اثناء صباحاً اثناء عشرة بتوقيت جرانيتش بوجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلاً بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال اركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال استراتيجية متكاملة الابعاد جادرك يخلل اكتماعي السيد الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بالاطلاع على جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية خاصة بحيرتي المنزلة وناصر المتحدث باسم رئيسة الجمهورية اكد ان رئيس السيسي وجه بتطوير قدرات واليات الصيد ببحيرة المنزلة وتطوير بحيرة ناصر باعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية كما وجه الرئيس السيسي بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكل عناصر النجاح مشروعات تطوير الريف المصري اقدر رئيس العراقي برهم صالح اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فايق زيدان لمناقشة التطورات الاخيرة في البلاد وقالت الرئاسة العراقية في بيان ان اجتماع الرئاسات الاربع اكد ان استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الامن والاستقرار في البلاد واكد الاجتماع ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل الملتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وكذلك ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة كما لفت الاجتماع لان التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الامن العام والممتلكات العامة اعرب رئيس الاتحاد الافريقي عن قلقه العميق من تجدد القتال في شمال اثيوبيا بين الحكومة ومقاتل جبهة تحرير شاه بيتجري دعيا الى وقف التصعيد بينهم وفي بيان الاتحاد الافريقي دعا موسى فقيه الى وقف فوري للأعمال العدائية كما حضى الطرفين على استئناف المحادثات سعيا الى حل سلمي للصراع المستمر منذ نوفمبر من 2020 وذلك بعدما استؤنف القتال بعد هدنة استمرت خمسة اشهر دعا الامين العام للامم المتحدة طونيو جوتريش الى وقف فوري لإطلاق النار في اثيوبيا وطلب جوتريش اطراف الثراع في اثيوبيا بالعودة لمحادثة السلام معربا عن صدمته وحزنه لنبأ استئناف القتال في اثيوبيا اعلنت الادارة الامريكية ان رئيس جو بايدن سيتصل بنظيره الاوكراني فولي ديمير زيلانيسكي اليوم الخميس لبحث سير تقديم المساعدة العسكرية الى البلاد وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي جوان كيربي خلال مؤتمر صحفي ان بايدن سيهنئ زيلانيسكي خلال المكالمة بمناسبة عيد استقلال اوكرانيا قال الرئيس الاوكراني فولي ديمير زيلانيسكي ان غارة روسية على محطة سككتي حديد الاوكرانية قتلت 22 شخصا واصابت 50 اخرين وقال زيلانيسكي انه تلقى معلومات عن هجوم صاروخي روسي على محطة قطرات شابلين بمنطقة دينيبرو فتروفسك وذلك خلال القائه كلمة امام مجلس الامن الدولي قال وزير الدفاع روسي سيرجي شويغو ان موسكو ابطأت من وطيرة العملية العسكرية في اوكرانيا بهدف حماية المدنيين وفي كلمة له خلال اجتماع لوزراء الدفاع دول منظمة شنجها الى التعاون في تشقند عاصمة اوزباكستان قال شويغو ان القوات الروسية تستهدف فقط البنية العسكرية الاوكرانية بما فيها مطارات ومراكز قيادة ومستودعات واسلحة وذخيرة مؤكدا ان كافة العمليات العسكرية لقوات بلاده لا تستهدف المدنيين اعلن وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابك عن خفض او خطة لخفض استهلاك الطاقة قبيل حلول فصل الشتاء وقال هابك ان الخطة تتضمن ضبط درجة حرارة التدفئة في وحدات القطاع العام للدولة بتسعة عشرة درجة مئوية كما تطلب ايضا حظر اضاءة المباني العامة والاعلانات المضيئة ليلا وقال وزير الاقتصاد الالماني انه ما زالت هناك حاجة ملحة لاتخاذ مزيد من الاجراءات للحد من استهلاك الطاقة في ظل نقص الامدادات حذر مكتب الارصاد الجوية في بريطانيا من عواصف الرعدية اليوم الخميس قد تتسبب في حدوث فيضانات وفقدان للطاقة وتوقعت الارصاد البريطانية ان تؤثر العصف الرعدية على شرقي وجنوب شرقي البلاد وكذلك العاصمة لندن كما انها قد تتسبب في الطرابات واضرر للمباني والمنشآت جراء ضربات الصواعق ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسرا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال كير كود الظاهر على الشاشة هذه تحياتي لؤيا ابوزة وشكرا لعطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة